اشتركوا في القناة والي هو 47.7 وأيضا التوزر اللي اقتربت من الرقم القياسي السابق 48 درجة البرحة سجلنا 47.9 والرقم القياسي 48 تم تزيله من سنة 1954 اليوم كنا معنين بدرجة حرارة في أغلبها من بين 37 إلى 43 درجة في المناطق الداخلية وصلت محلين إلى 47 في الجنوب الغربي مع هبوب برياح شيري وتأثيرات درجة حرارة كانت أقل نسبيا في المناطق السحلية تقريبا في مستوى 28 و 33 درجة خصيات تقسي اليوم نشوفهم كالعادة من خلال تسلصل لصور القمر الاصطناعي ولميز حالة سماء هو أجواء مغيمة جزئيا على كاميرا البلد مع ظهور بعض الخلايا الرعدية لرفقتها أمطار محلية بالمرتفعات الغربية الليلة ان شاء الله بيشكونوا معنين بتقس مغيم جزئيا إلى قليل أصحاب درجة حرارة من المتوقع بيشكون من بين 23 إلى 27 درجة بالشمال بالوسطة وبسواحل الجنوب الشرقي وقد تتروح الأرقام من بين 27 إلى 31 في بقية الجهات خلال اليوم الغد إن شاء الله مازلنا معنين باستقرار نسبي في درجة حرارة مستويات رتوبة عالية الليلة بستعمق أحساسنا بدرجة حرارة نسبيا مرتفعة خصوصا بالمناطق الداخلية وأجواء مغيمة جزئيا مع إمكانية نزول الأمطار محلية رعدية بالشمال وبالوسط كالعادة قدموكم قراءة سريعة لدرجة حرارة قصوى المتوقعة في مختلف ولاية تبلادنا بتونس العصمة نتوقع تزيل 29 ظهرا 33 بنابل بيقليبيا 27 نتوقع تزيل 34 في زغوان 27 في بنزرت في مناطق شمال الغربي درجة حرارة قد تعرف تراجع نسبي وتنخفض المستوى 32 في باجا في جندوبة 37 بسليانة و33 درجة بالكيف بمناطق الوسطة مازلنا معنين بمستويات مرتفعة 39 بتالة 37 بالقيروان بجيتة ساحل بسوسة بالمنسير بالمهدية درجة حرارة ظهرا تكون في مستوى 30 نتوقع تزيل 35 بسفاقس 34 بزور قرق ناسيلي بوزيد 41 39 درجة بالقسرين وحرارة مازلت في مستوى تتجاوز 40 درجة في الجنوب الغربي قد نسجل 43 في قفصة 46 في توزر 39 بيقبلي بيقابس 31 وببقية مناطق الجنوب الشرقي للبلاد بجزيرة جربان نتوقع تزيل 31 36 في مدين 43 في تطوين و45 فرمادة مهبوب رياح شيلي بالنسبة للملاحة والصيد البحري بسوحنة شمالية منطقتين سيرات وخليستونس ريح في غلب من القطاع الشمالي شمالية غربية فشمالية شرقية سرعتها من 15 إلى 20 عقدة تصل إلى مستوى 40 في شكل هبات والبحر يكون قليل الاضطراب إلى مضترب بشمال بخليج حمات وبيجية الساحل ريح أيضا من القطاع الشمالي سرعتها من 15 إلى 25 عقدة وتتراجع تدريجيا إلى مستوى 10-20 عقدة والبحر يكون مضترب إلى قليل الاضطراب وبمنطقتين الشابة وزير بوصولا إلى الجرزيس ريح تكون شمالية شرقية سرعتها من 10 إلى 20 عقدة تصل محليا إلى مستوى 25 والبحر يكون مضترب إلى قليل الاضطراب في السواحل المهدية، سفيقز، قابس ومدين كالعادة قدمكم فكرة حول حالة تقص ببعض المدن والعواصم العربية والأوروبية الواكشات 38 درجة تقصي كونسافي بدربيضاء 25 بالجزائر أجواء موشمسة بيترابلوس 38 حرارة تتواصل مرتفعة بالخرطوم في مستوى 42 درجة توقع تزيل 38 بالقاهرة بالبقاء المقدسة درجة حرارة قصوى تتواصل في مستوى 46 في المدينة منورة 42 في مكة المكرمة تقصي بالدوحة 41-41 بأبوذبي بمسقة 39 درجة قد نسجل 44 بالكويت حرارة مرتفعة ببغداد 45 دهرا وأجواء تتواصل سافيا إلى قليلة صحاب في الشرق الأوسط درجة حرارة القصوى تكون في حدود 36 في دمشق 28 في بيروت 30 بالقدس الشريف 29 درجة بإسطنبول مع ظهور بعد صحاب بأوروبا برومان توقع تزيل 32 درجة أجواء مغيمة بفيانا 32 تقصي كونمتر ببرنين 23 درجة بعد صحاب بمسردام ببريوكسل جونيف بريز 21 درجة 26 في مرسيليا سماء سافيا بمدريد 31 بلاشبونة تطور الوضع الجوي خلال الأيامات القليلة القادمة سنكونوا معنيين بأجواء في أغلبها مغيمة جزئيا على كامل البلاد مع نشاط متوقع الخلايا العادية في مناطق أقصى الشمال بالشمال الغربي وأيضا بالوساط الغربي للرياح تكون في أغلبها من القطاع الشرقي نشطة نسبيا قرب سواحل وضعيفة لمعتدلة داخل البلاد البحر يكون مضطرب بكافة المجالات البحرية ودرجة حرارة قد تعرف تراجع طفيف بالمناطق السحلية تقريبا الأرقام بيكون في مستوى 29 إلى 34 درجة داخل البلاد قد نسجلوا قيام حرارية من بيث 38 لل43 وتنصل محليل إلى 46 بالجنوب الغربي وبأقصى الجنوب مع هبوب رياح الشيري مؤشرات فراج نسبي وانخفاض متوقع في درجة حرارة إن شاء الله بيش نستقلوا بها نهاية هذا الأسبوع خلال اليوم السبب بيشكونوا معنيين بتراجع ملحوظ في درجة حرارة خصوصا في مناطق الوسطة والجنوب خلاف المستويات المرتفعة علي قاعدين نسجلوا فيها رياح تكون في أغلب من القطاع الشرقي نشطة نسبيا بالجنوب الشرقي وتكون ضعيفة إلى معتدلة ببقية الجهات البحرية يكون مضطرب بخليج جابس قليل الاضطراب ببقية المجالات البحرية وتغسي يكون قليل الصحب إلى مغيم جزئيا في أغلب المناطق معيدة شروق والغروب بمدينة تونس اليوم الغد شروق شمس إن شاء الله بيشكون في الساعة الخامسة ودقيقة وغروبه في الساعة السابعة وثلاثة واربعين دقيقة لمزيد من المعلومات والأرشادات نذكركم بطرق الاتصال وتواصل بالمعهد الوطني لرسل الجوي موقع الويب تردو بلو فيب وميتيو بونتيان الموزع الصوتي وتنجم وتتفعل معنا من خلال صفحة الفيسبوك الخاصة بالمعهد أوقات الصلاة بمدينة تونس اليوم الغد صالة صبح بداية من الثالثة وتسعة دقاء قدر من تصبح النهار وتسعة وشرين دقيقة صالة العصر في الساعة ربعة وثلاثة دقيقة صالة المغرب في الساعة الثمينة إلا ربع وصالة العشاء بإذن الله في الساعة تسعة وخمسة وثلاثين دقيقة شكرا على حسن متابع والاهتمام إلى اللقاء